ثلاثة أيام من المنافسات المثيرة والأخوية ما بين قطاعات المؤسسات العسكرية الثلاث أزل ستار على النسخة الأولى من بطولة الاتحادات الرياضية العسكرية للرماية والتي نظمها اتحاد شرطة رياضية بدعم كبير من قيادات الوزارة نتوجه بالشكر إلى سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وكذلك سيدي وكيل وزارة الداخلية اللواء أنور عبداللطيف البرجس على دعمهم لهذه البطولة التي أقامها اتحاد الشرطة الرياضي وهي بطولة الاتحادات الرياضية العسكرية للرماية بدأت هذه البطولة بداية في تاريخ سبع الشهر إلى تاريخ تسعة في ختامها اليوم تضمنت طبعا الرمايات الخاصة برجال الأمن والجهات العسكرية إن كان من المسدس أو البندقية الامسكستي لقب مسابقة الرماية التكتيكية للفرق كان من نصيب فريق أوزارة الداخلية إلى جانب سيطرة رماتهم على ألقاب فئة الفردي فحقق وكيل أول ضابط علي الكنديري المركز الأول كما سيطر فريق أوزارة الداخلية على المراكز الأولى لمسابقة المسدس تسعة ملي للفرق والفردي وبحصول وكيل أول ضابط سعد المطيري على المركز الأول في المقابل تمكن فريق وزارة الدفاع من استياد لقب البندقية أم سكسين للفرق والفردي وبحصول وكيل أول ضابط خالد المطيري على المركز الأول أحب أشكر معالي سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد النواف الصباح والقيادات الممثلة للحرس الوطني وإحنا ممثلينهم في المشاركة في البطولة المشتركة العسكرية بين الجهات الثلاث الحرس الوطني ووزارة الدفاع والداخلية ويعطيهم الفعافية على التنظيمات اللحاصة وماشاء الله يعني البطولة شفناها مثمرة في الاستفادة من الاحتكاكات العسكرية الرمايات تطوير العمل والله يعطيهم العافية وما قصروا وزارة الداخلية أشكر أخواني الحرس الوطني وكذلك وزارة الدفاع على مشاركتهم في هذه البطولة مما كان لها الأثر الكبير وإنجاح البطولة والظهور بالمظهر اللي برزت فيه كل الشكر والتقدير لجميع الأخوان اللي شاركوا في هذه البطولة إن كان من لجنة التحكيم ولا أخواني وأبنائي الرمايات وكذلك أخواننا جميعا المشاركين والرؤساء الاتحادات الذين حرصوا كل الحرص على المشاركة في هذه البطولة والشكر موصول للجميع بإذن الله تتويج كأس التفوق العام للبطولة وبختام البطولة الأولى انتزع فريق وزارة الداخلية كأس البطولة بتحقيقه أربع ميدالية ذهبية ومثلها فضية وبرونزيتين بينما حصل فريق وزارة الدفاع على المركز الثاني بذهبيتين وفضية وبرونزيتين فيما اكتف فريق الحرص الوطني بفضية واحدة وبرونزيتين احمد لانزي لقناة اي تيفي العدالة